اشتركوا في القناة التحديات في الانطلاقات الاثارة في انطلاقات هذا الصباح المميز الجميل هنا شوطين الخامس عشر خاص بالبكار ايضا ضمن اشواط الانتاج والمنتجين نتابع هذه المسيرة نتابع هذه التحديات نتابع الانطلاقات ونبحر معاكم سويا في المراكز العشرة الاولى وبداية بتشويش ناصر بن حمد بن محمد بن عمران الاقتبع على الصدارة وعلى المركز الاول سيوف ثانية احمد بن سعيد بن بروقة الحميري وتأتينا شعاع هادي بن سعيد بن مصلح لحبابي على المركز الثالث المركز الرابع هنا تاتي الضبي سليم بن حزمي بن قناص العامري والشاهينية سعيد بن احمد بن سالم بن هويمل العامري خامسان المركز السادس وصل شعار بن سالمين هنا اغادير قادمة خليفة بن سالمين بن خليفة الحميري يقدم لنا اغادير بهذه الانطلاقة حشيمة القادمة لسالم بن سعيد بن كاسب لم سافر هنا بهذه الانطلاقة والتحديات ولكن ارى اشعار بالعامري من الجانب الآخر هناك الذيبة الذيبة المنطلقة في التحدي مبارك بن سعيد بن محمد او هناك في التحديات نعم الثيبة المبارك بن سعيد بن محمد بالعامر الاكتبي من تتدخل هنا بهذا الاداء هناك الحذرة لسعيد بن ناصر بن يديد المنصوري ايضا تدخلت بكل قوة في من مركز الى مركز من الثامن الى هناك المقدمة الوصول هنا تاسعا من مصيره هنا حمدان بن احمد بن سعيد بن منانا وعلى المركز العاشرة الطلالية لراشد بن مطر بن لاحج الهائري هذه هي الاسماء المنطلقة ها هي الشعارات القادمة للتحدي القادمة للإثار مشاهدين ومتابعين الكرام اعود الى صدارة اعود الى المقدمة والى المركز الاول وصدارة هذا الشوط هنا والمنطلقة بالتحدي سيوف 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 احمد بن سعيد بن بروك الحميري من تنطلق على المركز الاول هو صدارة المركز الثاني هناك ذيبة مبارك بن سعيد بن محمد بالعامر اللي اقتبي من تأتينا على المركز الثالث المركز الرابع هنا مسيرة حمدان بن أحمد بن سعيد بن منانة هنا من ينطلق مع مسيرة وتغير وتقود هذه المسيرة تقود هذا الاندفاع تقود هذه التحديات المتميزة إذن مسيرة حمدان بن أحمد بن سعيد بن منانة فانتنطلق على الصدارة على المقدمة الذيبة في المركز الثاني انبارك بن سعيد بن محمد بن عامري وهنا تاتي الضبي أحمد بن سعيد بن بروك الحميري وشيوفك هو الوصول الوصول من أغادير منطقة جميلة بالمغرب خليفة بالسالمين بالخليفة الحميري يقدمها على المركز الرابع المركز الخامس الحذرة سعيد بن ناصر بن يديد المنصوري من تاتينا على المركز الخامس هذه هي الأسماء وهي الانطلاقات والتحديات والإثورة يكون الله الله خماسية بقيادة مسيرة قيادة حكيمة على الصدورة على المقدمة وعلى المركز الأول وصدورة هذا الشوط حمدان بن أحمد بن سعيد بن ملالا تسيطر على الصدورة أغادير القادمة أغادير قادمة خليفة بن سالمين بقليفة الحميري وسيوف أحمد بن سعيد بن أبروك الحميري على المركز الثالث هنا الرابع المراكز الزيبة أمبارك بن سعيد بن محمد بن رهب العامري اللي اقتبه والقدوم هنا من شهاليل محمد بن راشد بن حارب العليلي هي قادمة ولكن الصدورة والتغيير من أغادير من غيرت على الصدورة على المقدمة وعلى المركز الأول وصدورة هذا الشوط خليفة بن سالمين بن خليفة الحميري هي على الصدورة على المقدمة مسيرة في المركز الثاني حمدان بن أحمد بن سعيد بن ملالا فانت انطلق على ثاني المراكز والميتين متر الأخيرة الميتين متر الأخيرة هنا والتحديات والإثارة هنا مشاهدين الكروم التحدي الجميل مسيرة مسيرة اغادير مسيرة التحديات الإثارة الله الله مسيرة سلام زعبيل هنا لحمدان بن احمد بن سعيد في المنالة المركزي الثاني وصلت هناك اغادير لخليفة بن سالمين في خليفة الحميري وهناك الذيبة المبالق بن سعيد بن حمد بن عمري اللي يجتبه والوصوله من سيوف لأحمد بن سعيد بن بلوك الحميري وشهالي فخامة من وصلت لسعيد بن محمد بن مصرح الحبابي على المركز الخامس بهذه الانطلاقات والتحديات نعود مع ابو عدنان مخرقنا المميز الجميل هنا وتحديات مسيرة من استطاعت ان تنتزح الفوز والنموت في اللحظات الاخيرة تهانينا على هذا الاداء اربع دقائق خمسين ثانية جزء واحد من الثانية تهانينا لحمدان بن احمد بن سعيد بن منانا شكرا خميس بن فاير الزرعي من قدمها ايضا بهذا الاداء الجميل المركزي ثاني اغادير اربع دقائق خمسين ثانية جزء واحد من الثانية خليفة بن سالمين بن خليفة الحميري تهانينا لو ناموز على هذا الفوز الجميل بينما اذيب من اتت على المركزي الثالث مبارك بن سعيد بن محمد بن عامل الاجتبي من وصلتنا باربع دقائق خمسين ثانية تسعا من الاجزاء من الثانية توقيت الزمن تهانينا وناموز تهانينا لجميع الفائزين اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة